شربنا البيرة، يلا نجدد الخطاب الديني وننكر السنة وبالمرة نشكك في ثوابت الدين دي كانت قولة حلقات إبراهيم عيسى في مركز تكوين لنشر الإلحاد وإسقاط هيبة السنة في قلوب المسلمين الغريب جداً إن الحلقة كانت بعنوان هل السيرة النبوية صحيحة؟ والهدف الواضح جداً من الحلقة هو تشكيك المسلمين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن سرته غير صحيحة إبراهيم عيسى بيقول إن مخطوطات سيرة ابن هشام لا يوجد منها إلا نسختين فقط واحدة في النمسا وأخرى في باريس مع إن سيرة ابن هشام تبقى لتقصي الباحث شحات رجب بقوش يوجد منها 22 مخطوطة في مصر الوحدها ثم يدعي إبراهيم عيسى في نفس الحلقة إن محمد بن إصحاق هو اللي كتب أول سيرة نبوية وده بصراحة تزوير عجيب جداً فالسيرة النبوية يا صديقي موجودة في كتب الحديث اللي كانت بين إيد الصحابة وآيد التابعين قبل ما يولد والد محمد بن إصحاق أصلاً ثم يكمل العالم المبجل الكبير إبراهيم عيسى مدعياً أن عروة بن الزبير اتهم ابن إصحاق بالكذب ودي بقى حاجة اتضحك جداً عروة بن الزبير توفى سنة 94 هجرياً ومحمد بن إصحاق 150 هجرية عروة اتهم ابن إصحاق بالكذب قبل ما يتولد ابن إصحاق بعدة سنوات هو ده اللي بنقول عليه من إعجاز التنويريين بعد كده بيقول إبراهيم عيسى التنويري أنه لا يوجد بني آدم في العالم شاف ولا اطلع على مخطوطة أو وثيقة لسيرة محمد بن إصحاق مع أن دار الكتب المصرية لوحدها فيها تسع مخطوطات لسيرة ابن إصحاق ده غير أنه فيه كمان مخطوطة لسيرة ابن إصحاق في مكتبة الأوسكوريال بأسبانيا المخطوطة رقم 490 بعد كل ده يا صديقي مهم نسأل نفسنا سؤال مهم جداً ليه كل الأساليب دي ابن إبراهيم عيسى؟ إيه اللي يخليه مشغول بالإسلام إلى هذا الحد؟ العجيب أن إبراهيم عيسى استضاف لمركز تكوين ملحد مصري اسمه أحمد أحمد ده عمل عدة حلقات لصالح مركز تكوين للتشكيك في الصحابة وهاجم صراحة عثمان بن عفان رضي الله عنه الرجل ده عبارة عن شخص بيعبد وثن الكون وبيعتقد أن الطبيعة هي الخالق والرازق لكن ليه بيشكك في الصحابة؟ إيه دخلوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة هلقيها بوضوح شديد يا صديقي في كلام الإمام النسائي اللي كان بيقول الإسلام قدار لها باب فباب الإسلام الصحابة فمن أزى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نقر الباب إنما يريد الدخول يعني هم جايين أصلاً عشان يهجموا الإسلام ولكن لازم يخبطوا على الباب الأول عشان يقدروا يدخله هل لاحست يا صديقي إن الحلقات اللي بتتصور في مركز ساكوين بتتم في استوديوهات فخمة جداً وبمنتج احترافي مصروف عليه كتير وبإعلانات ممولة بسخاء المركز ده يا صديقي يعتبر هو أول مشروع علني في العالم الإسلامي للتشكيك الصريح في الإسلام لنشر الإلحاد بين المسلمين بالمال بالإعلانات الممولة بالتزوير الصريح وللأسف المحاولة دي لو ما لقيتش مننا تصدي غالباً مش هتكون الأخيرة بل إنها هتكون مجرد البداية عشان كده لازم ننضم البعض ونطالب بمحاكمة إبراهيم عيسى نطالب بإغلاق مركز تكوين نطالب الجهات المختصة بالتحري عن مصادر تمويل المركز المشبوه ده نطالب بسن تشريعات في دول العالم الإسلامي لإيقاف كل من يقوم بالتزوير لتشكيك المسلمين في وثوقية سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل أسف مشاهدات حلقة إبراهيم عيسى وصلت إلى قرابة نصف مليون مشاهدة مع إن القناة بدأت من الصفر وده واضح جداً إنه نتيجة للإعلانات الممولة بسخاء إبراهيم عيسى بينشر التنوير بالتزوير وبقوة المال عشان كده واجب علينا التحرك السريع لإيقاف هذا المركز واجب على كل مسلم أن يساهم ولو بكلمة ولو بتحذير ولو بتعليم المسلمين حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشرح شيء من السيرة يجب على كل مسلم تنبيه الناس لأهداف هذا المركز المشبوه اللي يعد الأول من نوعه في العالم الإسلامي وعلى فكرة يا صديقي ممكن ما يكونش إحنا شخصياً المستهدفين ولكن المستهدف بجد هو الجيل الصاعد وفي النهاية يا صديقي لازم أطلب منك رجاء شخصي مش عشان بندور على مشاهدات زيادة ولا يفرق معنا الموضوع ده ولكن يفرق معنا جداً إن المنشور ده أو الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من المسلمين يهمنا جداً نكشف حقيقة التنوير بالتزوير اللي يقوم بها ما يسمون المتنورون أو التنويريون العرب عشان كده مهم نساهم في نشره وكشف الأكاذيب دي بل ونطالب بمحاكمة صانعيها شارك حتى لو مش عشانك عشان أولادك على الأقل